صباح الخير وزي ما احنا عارفين طبعاً أن المصريين على طول بيشتهروا بالجدعانة لكن سؤالنا بيقول لو أنت عازم مجموعة على الفطار وواحد فيهم اتأخر هتاكلوا ولا هتنتظروا لما يوصل هنعرف هنا الجدعانة تحديداً وإيه اللي بيحصل ما بيننا وما بين بعض في جروبات الفطار أو مجموعة الفطار وأبدأ بسؤال الجمانة هتستني ولا هتفطري تايزي أقولك الجيب الحقيقية ولا أقولك أقولك اللي بيحصل يلزم أقول الحقيقة بس أقولك اللي حاجة لو أنا العزمة في بيتنا يعني لو حتى حد عايز يأكل أكيد مش هدرول حد ما يكلش يعني بس حاولة آخر موضوع على قد ما أقدر بس أنا لازم أستنى الناس اللي جاية في الطريق بما أن أنا صاحبة البيت لو أنا رايحة عند حد وبتأخر كل عادة وظل بيحصل أنا بتضايق لما حس أن حد يعني قاعد بستنيه بتوتر لا أقوله أنا ما يجي هاكل يعني فبس هو طبعا مفروض يعني هنا نتكلم على الاتيكات والزوء لازم طبعا تستنى صحيح ولو ضيوف موجودين بتحاول تضايف أكيد الناس اللي موجودة لغاية ما الباقي يوصل بأننا نحن في رمضان يعني في رمضان مش هينفع في معاد مغرب يقول الله أكبر ونحن صايمين كل ده ومستنين اللحظة الحاسمة بالضبط يعني بس ممكن تبتدي بالناس بتبتدي بتمر تبتدي بمية لما الناس تيجي بردوا لأنه مش من الزوء أصلا أنت تتأخر قوي بردو على معاد يعني عزوما أيا كان هو إيه خاصة في رمضان صحيح فالواحد تيحاول يقدر ظروف الناس يعني كلها نقدر ظروف بعض أنت إيه بقى؟ يعني بossa أنا هنعمل هنا بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال لا تزال أمتي بخير ما يعجلوا الفطار فأنا بالنسبة لي خلاص أنا هعمل بالسنة والدين بيقول إيه هنعجل بالفطار وفكرة كمان تعجل يعني هي دي سنة عن الرسول عليه الصلاة والسلام فكرة تعجل الفطار وتأخير الصحور فأنا بالنسبة لي لأ أنا بعجل بالتنين فطار الصحور بصراحة بعجل يعني عشان أكون صريح برض يعني إحنا صايمين لكن زي ما أنت ما قلت أنا متفق معاكي في فكرة لو أنا اللي عازم فأنا لازم أستنى الشخص اللي موجود زوقي لأن أنا بحس آه ماشي هو برضو غلط إنه يجي متأخر شواني بس ما خلينا نتكلم برضو إحنا في صيام جمانة وأحيانا عرفة الساعة الأخيرة دي بتلاقي إن في سباق ريس يعني سباق ريس معمول في الطرق الناس بتتصارع بشكل مخيف موجود في الشوارع وكأن اللي هو يعني طب منزله بدري يعني طالما لو إحنا اكتشفنا اللي إحنا يعني خلاص فاضل اللحظة الحاسمة في وقت الفطار فإحنا نطلع نجري لا يعني ربنا يسلم طرينا كلنا طبعاً وربنا يحفظ الجميع لكن فكرة ليه دايماً نأجل كل حاجة لحد آخر لحظة عشان كل ما بنفكر نفس التفكير إلا أنا هروح وقعد أستنى فهبقى حسس بقوة أكتر يعني على قد ما أقدر متأخر عشان أروح أجيب الحاجة الحلوة أو الحاجة اللي أنا هجيبها هو أنا رايح فالدنيا تبقى فاضية فأروح الحقيقة اللي بيحصل أنت بتنزل الدنيا تبقى زحمة أنه كلنا بنفكر رأس التفكير بتروح تجيب الحاجة اللي أنت عايز تجيبها بتلاقيها خلصت وتلاقيها زحمة برضو أنا زحمة جداً لأننا كلنا موقتين في نفس اللحظة ما هيدي الفكرة إحنا كلنا عرفة كلنا شبه بعض والله دي حقيقة كلنا فعلاً شبه بعض في العادات بتاعتنا أو التقوص بتاعتنا تحديداً في شهر رمضان نفس القصة يعني عادت الآن ربنا يعني يجعل دايماً بيوت المسلمين عمرة في المصلين فيها وهي جوامع كلها بتبقى عمرة لكن هتلاقي تحديداً العشر تيام الأخرى في رمضان هتلاقي الناس بتقتل بعض في صلاة الترويين أعرف انه من كتر الزحمة لا بس دي يعني أيو بس نقدر لاس بكلنا نصلي في المسجد الفلاني هيا دي الفكرة كلها بيوت ربنا أنا بالنسبة لي لكن أنت هتلاقي مثلاً مسجد عمر بن العصر هتلاقي الناس كلها لازم بيتبقى أنواع من أنواع عارفة اللي هو إحنا تارجت عندنا اللي إحنا لازم ليلة 27 يصل إدنك مظاهر رمضان برضو بما نحن نتكلم على قبل الفطار قبل الفطار دايماً وإنت بايشي بتلاقي طبعاً ناس كتير قوي في الشارع بتحاول توزع حاجات على الناس اللي بتبقى في العربيات اللي مش تلحق الفطار ودي عادة الحقيقة عند إراف مصر حلوة جداً 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 بس أحياناً الموضوع برضو بيتعمل بشكل صعب عشوائي مش فكرة عشوائي بس ممكن حد تلاقي حد واقفه نص الطريق فجأة بجد شخص واقف نص الطريق هو قصده خير وبالعكس عايز يعني يفتر صائم وياخد السواب طبعاً حاجة عظيمة وهي لو واحدة من يمكن نقول العادات أو السمات اللي موجودة في مصر في رمضان على طول وسغيرين وكجار ومسيحيين ومسلمين السكتوري كان حلو فيها كمان اللي هتلاقي الأغلب الناس اللي بتفتر بس أحياناً فهي بس أحياناً دي اللي بيبقى فيها مشكلة بس أهم حاجة عشان سلامتك كمان سلامت الشخص اللي بيبقى بيفتر واللي بيعمل السواب ده متحطش نفسك برضو في خطر لأن ممكن إحنا وإحنا صايمين التركيز بيبقى طبعاً قليل شوية حد بيقى مستعجل جاي بسرعة فممكن ما ياخدش باله فلا قدر الله ممكن تحصل مشكلة ولكن بعد سامت اللي شوفت أول مبارح بصراحة مش هقولك إن هو جديد بس أنا فعلاً بني وبالنفس كده توقفت عنده أتفكر فيه كتير لقيت أسرة أب وأم وولدين صغيرين رجل نازل بعربيته وحاطت ميا وعصير وتمر في شنطة العربية ومراته وقفة جنبه وأولاد الصغيرين بيوزهوا معه التمر والميا والعصير على المرة طبعاً أنا الحقيقة يعني أنا كنت هلحق عادي يفترنا في البيت يعني مكتش بعيد قوي بصراحة بس حدثت أن أنا وقفت لأ وقفت وعاد تتكلم مع الأولاد الصغيرين جمال بشكل ما شاء الله الله أكبر وبعدين تخيلت شكل الأولاد دول لما يكبروا ويبقوا عاملين إزاي الخير والبركة اللي في البيت ده الله أكبر يعني ربنا يبارك يا رب في توزيع بقى وجبات رمضان يعني مبارح برضو شفت ده في اكتوبر في توزيع وجبات رمضان والراجل واخد الوجبة بيديها لابنه عشان هو اللي يديها عفق هو بيزرع جواهي حاجة صغير نانا قوي حاجة صغيرة قوي لكن بيزرع جواه مبادئ وقيم وعادات وطقاليد الخير والرحمة والمساعدة والتكافل وكل الحاجات اللي يمكن لو قعدنا نقول عليها وننظر فيها مش هتوصل بشكل ده الشكل البسيط الثالث زي ما احنا بنقول دايما أنه الأب والأم هم مرآة أولادهم فلما يبقى ده موجود من هم صغيرين وعادي ومفروض أن احنا كل شهر بننزل في الشارع عشان نعمل خير مش شرط حد يكون محتاج بس ممكن يكون حد متأخر شوية حد عنده مشوار مش هيلحق الفطار حقيقة من أحلى المشاهد والمواقف اللي أنا شوف تغفرها مضام مش هقول إن ده أول مرة بالعكس يعني الخير فيه وفي أمتي ليوم الدين بالعكس تماما ولكن المشهد نفسه حلو قوي إنه أسرة نزلة قبل الفطار على طول حتى الأم اللي ممكن تقول أنا لا أنا هقعد بقى أحضر لكم الفطار على ما أنتوا تيجوا لا كانت موجودة في الشارع فده طبعا بيتطلب مننا إنها تكون أيما من بدري أكتر ومجاهزة الفطار من بدري أكتر عشان تقدر تكون موجودة في الشارع يعني على أي حال ربنا يا رب دايما يزين بنا المحبة والمودة ودايما يجع لبيوتنا يا رب عمرة إن شاء الله وكلنا دايما إدنا في إيد بعض ودايما مواقف حلوة وأوقات حلوة وأوقات مفترجة كمان تعدي علينا وأبعد كل سنة ورب دايما كلنا بخير خلينا نبدأ مع حضراتكم حلقتنا صباح الخير والسعادة على حضراتكم جميعا وصباح الخير يا مصر دلوقتي خلينا نروح لزملتنا هالة الحملاوي عشان تعرفنا على آخر أخبار التقص في القاهرة والمحافظات الصباح الخير عليك يا هلا وتمعنا الجو برد جدا صباح الخير يا جمانة صباح الخير يا عبد السماء هو دلوقتي برد بس الحقيقة هو حيحرر كمان شوية حسب هيئة الأرصاد يحرر ويستمر بقى يعني عاوزين نثبت على حالي هلا الدكتور منار بتقول لنا أن فيه تقلبات في الفترة دي نحن لازم نسمع الكلام نخلي بالنا ربنا يسلم شكرا خلونا نستهرد مع حضراتكم في جولة سريعة عن أحوال التقص النهار ده فيه ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة على كافة الأنحاء التقص هيكون مائل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال السيد وفيه شبورة مائية الصبح على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وسط سيناء وشمال السيد درجة الحرارة في القاهرة النهار ده 27 أعلى درجة حرارة هتكون في أسوان 30 وأقل درجة حرارة في كاترين 22 درجة طبعا هنتابع مع حضراتكم التقص بالتفصيل بس بعد شوية طبعا لحضراتكم مرة تانية في صباح الخير يا مصر وزي ما احنا متعودين عندنا مجموعة من الأخبار والموضوعات والفقرات اللي بتهم حضراتكم لكن بنبدأها بأهم الأخبار التي حدثت بالأمس ويمكن أبرزها تفقد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي الارتكازات الأمنية بشرق القناة أيضا التقى سيادته بمقاتلي قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب ومقاتلي الجيشين الثاني والثالث الميدانيين السلام عليكم لما ساتف . تماما فانتم الزمان وهو محمد أحلم عبدالغلي اللي هو ماذا 16 23 تماما فانتم القاعد كمين تماما تماما فانتم لما ساتف تماما فانتم لوكيب مقاتل فصل كل عبدالعزيل من قاعدة اللي هو ماذا 16 فرقة 23 من قاش Instagram تماما فانتم تسليح الشخص بين دهي عليه تماما يا فانتم تماما فانتم في المعطة دي بصفة دي دي بصفة دي سنة وثمان شهور يا فن سنة وثمان شهور بتنزل عجزة كلها دي تقول للستاشر يوم يا فن بتنزل عده ايه فانزل ثمانت يام سياد ستاشر وثمانية تمام سياد أنا كنت في النقطة زي دي وانا صغير كده في سنك كده كنت بعد ربعين يوم وانزل خمس سيئات قعد كم يوم ربعين يوم يا مسياد وانزل كم يوم خمس سيئات وكان فيه عربيات بتتحرك وانا كان فيه طرق وانا كان فيه ايه حاجة تتجاوز؟ لا يا فن ملسة على وش خطوب على وش خطوب هتخطب يا حاجة هكطب سياد ان شاء عندك شاء ولا دا؟ تمام سيادك يا فن عندك شاء فيه؟ في البساطين سياد ده في الجيش ولا؟ تمام سياد تدفع كم استاشر ما دفعت منه 100 جنيه سياد كتير ولا حاجة كويس حلو يا فن لا صحيح حلو والله بشكل بشكل بسه بسهود طيب حدوتك طابة فن سلام عليكم سلام عليكم اخطر وكاد اسمك ايه؟ دماغ فندم كون دي مقاتل شاو جمع الشاو حلقات اللي هو ما 16 با 23 سلاح الشخصي كذب ربجاء يارة بعمل تمام يا فندم؟ طيب تونين شبرا الخيمة فندم شو خيمة قبل كده في الجيش سنتين يا فندم قبل كده ايه؟ شباس؟ عشر شهورة فندم تلاث سنين تلاث سنين يا فندم تلاث سنين؟ شغال ايه؟ شغال مع والدي فستان عسل بيه ها؟ بسعود فستان عسل بيه ايه؟ ايه؟ طب بتعروا بتكتب ولا مفيش خط بقى ارواب تب بقى يعني على قد مش بي هو أول ما هو بقى مسك تلفون بقى عرف تعمل على تلفون عايز تقروا نكتب مش اوه فندم حمد بقى طيب مين هنا من زمالك بيحاول زعن؟ كتير يا فندم زمالك تير زعن؟ وبعدين؟ اقول الحمد لله الحس انت حسن من قوي بديه بتعمل كام في اليوم؟ مع والدي؟ والدي بيديه 120 مساء 150 في اليوم ما تكسفش من بس لازم نقرب نكتب مميز ايه دا فندم والعشر تشهر دول؟ آآ باسل فندم الرجل ده باسئوليتك انت؟ اكيد طبعا فندم في المحمد فندم الرجل ده لازم ياخد شهادة قبل وقتل عشر شكلك نبيه يا والدي شكلك نبيه وانت عاد هنا بتقعد كم يوم بتقعد في الخبرة بتقعد وقتل وقت دا ما تطيعش ساعة منك انك تتعلم فيها بتاخد شهادة لازم يشوف تلامز السيادتك يا فندم؟ لا تلامز السيادتك ايه؟ انا هصل عليه هشوفها محمد الوكال المجادة هجيبك معاه ومش هيخرج مش كده؟ مش قاس حاجة ربنا خليك يا فندم اسمك ايه؟ امام يا فندم بجون دي بقتلك بصعود النمر رحمة فراج على قوة الليو ميو ستلاشة فقرد عشر امو شاما كانيك بتصنيح تخزي بنقي عليه امام يا فندم منين يا نمر؟ من سواج يا فندم نسبس عسج مصطيبين اول صعيدة اسم يا فندم بلاك ادي لين سنة وشهرين يا فندم فضلك ادي عشر شهور يا فندم سنتين يعني؟ سنتين يا فندم ما عكي البلوم؟ سنوية يا فندم طيق مش عايز حاجة؟ سلامتك يا فندم تمام يا فندم جون دي مكاتل باطل اسلام سريع يا فندم باللومة وستاشة فرقة تلاتة وعشر سياحة ساخصوا من دهن أليا منين يا اسلام؟ مش رأي يا فندم شاء ليه؟ زي ما يعني؟ ورة يا فندم k 힘자� من تقوم بنا اليوم؟ 150 جينيف اليوم مجتم Lazio嗎 مجتم Avanz محاك تعليم ماyan؟ بتجارةji البيبلوم نرررع هل عاش مع dichا? ايه جانب firstly عاش خط هل علي معك؟ حيث كتين yi یا وليس دعاء أثنان عندك أرض؟ آه يا فند كم فد؟ فدانينا فند تشتغلش معا؟ بشتغل معا فند برضه فند كده وكده؟ آه ما عندك كم أخوات؟ أخينا فند بس؟ أنا وأخوها بس فند أنتو اتنين بس؟ آه فند ما شاء الله نقول تلك وأخوك أكبر منك ولا أظهر؟ لا أنا لا أكبر فند أكبر منه برده؟ أكبر منه بتلات سنين فند هو في التعليم ولا؟ تماما فند بليس في التعليم بايز مش عايز حد شكرا فند شكرا فند سلام عليكم تماما فند جوند مكاثر كرولوس منصور جلس على قوة اللي هو مو 16 مشاه مكانيك الفرجة 23 مشاه مكانيك الجيش الثلاثين ميدانة تسليح الشاصة من دقيقة ليه؟ في حد بيدخل يا أولاد؟ حد بيدخل؟ أبو الصعود؟ تماما فند بتدخل؟ لا فند صحيح؟ الله ما بدخل يا فند أعيز أصدقك أبو الصعود؟ لا يا فند بتدخل؟ لا والله يا فند تعالوا كرولوس جنبي هنا تعالوا جنبي بحولين مني يا أولاد تعالوا 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 من المجموعة دي تعالوا تعالوا تشوفوا تشوفوا فتكروا كويس قوي من من عشر سنين مش كده؟ عشر سنين كان كله بيقولك إمتى الإرهاب يخلص؟ إمتى إيه؟ إخلص أو أخلص؟ بمين؟ بيكمتو وبرضو الأزمة اللي احنا فادي هتخلص بمين؟ فينا فادي وزاي ما انا قلت كده بفضل الله سبحانه وتعالى ان حيجي يوم وهيبقى الموضوع ده تاريخي انا بقولكو الأزمة دي قريباً بالفضل الله سبحانه وتعالى هتبقى تاريخ برضه حتى الدولار الناس كلها بيقولك ده بفضل الله سبحانه وتعالى وجودكم هيبقى ايه؟ حيبقى ايه؟ حيبقى ايه؟ تاريخ تاريخ حيبقى ايه؟ تاريخ بستاذي بنعرق ونشاهد قبل ما نخلص المساعد ليه ده ما خلصت الإرهاب وخلصت حاجة تانية جديدة ده يخلص مفضل بساعدها الهدف كله اللي انا عايز عنوكم انتو مع بعضكم هنا ومعاكم الزامة محمد ومعاكم ماسي يبقى في موضوعات تتكلموا فيها مع بعض موضوعات مهمة تعرفوا لو فيه أزمة الأزمة دي ليه؟ والأزمة دي ممكن تتحل ازاي؟ لو فيه حد من زميلنا عمدوا مشكلة نساعده ازاي؟ زي طبعاً هو عد ازاعد الشعب زي مثلاً أخونا شاوي كده نبقى احنا عادين هنا ومعانا أخونا ونسيبه ها؟ ماهو فاندم كل سلم وتتعبين ماهو فاندم كيف عايزين حاجة؟ ماهو فاندم أخبار رمضان يبتأكل كويس؟ تماهو فاندم صحيح تماهى فاندم ه ها سعيد لنا مش بتكلم لانسك كل سلم وتتعبين تماهو فاندم خلي بالكوم النفسوك ماهو فاندم لازم برضو نبقى منتبهية اوعوا اوعوا تضيعوا وقت غير في النهم تبني جسمك، تبني عقلك، تفهم، تتدرب كويس طول ما أنت قاعد كده عشان تخرج من هنا، يبقى أنا أهلاً ما عاد لي سنتين، استفات ألا ما استفاتت الشيء قاعد أهلاً 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 بحاولوك على حاجة، قاعد ساعتين خدمة، الخدمة دول تدريب لما يجي حد حنصحيله قوي، لكن أقف كده بس ده مش كويس وكلام ده أنا كنت قلت وأنا وزير عشان أبني رجال مقاتلين أشداء من ضمن البناء، البناء الجسم، البناء عقله، البناء إيه؟ عقله، عقله، نتكلم كلام مفيد مع بعضنا، ما نخافش من حد، أبداً ما نخافش يا أولاد، من حد أبداً طبعاً، ما نحق قتل إزاي؟ زي ما قتلت أبداً، كل سنوط أبداً شكراً 1 موسيقى موسيقى أيضاً مبارح سيدة الرئيس عبد الفتاح السيسي عبر عن ساعة بوجوده وصلت أذناءه من مقاتلي القوات المسلحة المصرية شرق قناة السويس على أرض سينة الغالية وكتب عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي وقال أنه فخور بكفاءتهم واستعدادهم القتالي العالي لساً نتكلم يا جمانة عن سينة وأرض سينة الغالية لأن مبارح كمان القوات المسلحة احتفلت بذكرى انتصارات العاشر من رمضان ومن الأخبار أيضاً التي حدثت بالأمس أن دكتور مصطفى مدبولي دولة رئيس الوزراء تابع موقف إتاحة التغذية الكهربائية لعدد من المشروعات التنموية خلونا نعرف تفاصيل أكثر في سياق هذا التقرير في مجموعة من الأخبار المهمة التي حصلت مبارح أبرزها أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كتب عبر حساباته الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي وقال في ذكرى نصر العاشر من رمضان تلك الذكرى التي تحقق فيها النصر لمصرين الغالية بعد أن تلحم جشها وشعبها في مشهد عبقري سعيد بوجودي وسط أبنائي من مقاتل القوات المسلحة المصرية شرق قناة السويس على أرض سينة الغالية وفخور بكفائتهم واستعدادهم القتال العالي إمبارح قالت السيدة انتصار السيسي قارينة رئيس الجمهورية إننا نحتفل بذكرى انتصار العاشر من رمضان ذلك اليوم اللي حققت فيه العسكرية المصرية نصراً عظيماً أعاد أرض سيناء وكرامة الأمة العربية بأكملها وأضافت السيدة انتصار السيسي عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تحية إلى شعب مصر وأبطاله ورحم الله شهدائنا الذين قدموا أرواحهم لتعيش بلدنا في فخر وعزة وسلام إمبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحة رسمية على فيسبوك إن القوات المسلحة نظامة احتفالية بمناسبة ذكرى العاشر من رمضان وده بحضور عدد من القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين وجنود القوات المسلحة وعدد من كبار رجال الدين بوزارة الأوقاف والأزهر الشريف إمبارح عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتماع تابع فيه موقف إتاحة التغذية الكهربائية لعدد من المشروعات التنموية وأكد رئيس الوزراء ضرورة العمل على توفير المخصصات المالية المطلوبة لتنفيذ المشروعات المستهدفة لإتاحة التغذية الكهربائية للمشروعات التنموية سواء للدلتة الجديدة أو القطار الكهربائي السريع أو غيرها من المشروعات وقال إنه هيتم تخصيص جزء من التمويل اللازم لتنفيذ هذه المشروعات من خلال موازنة العام المالي الحالي على أن يستكمل الباقي خلال العام المالي القادم إمبارح أكدت الحكومة إنه لصحة لتقديم موعد امتحانات التيرم الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية خلال شهر إبريل الجيري بدلاً من شهر مايو 2023 وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن وإنه امتحانات التيرم الثاني لكافة صفوف النقل والشهادة الإعدادية ستعقد في موعدها المحدد في ستة مايو 2023 هنروح دلوقتي مع حضراتكم للعلاقات المصرية السعودية لأنه ما فيش شك أن العلاقات بتشهد تطور كبير وملحوظ خاصة أن العلاقات ما بين البلدين هي علاقات تاريخية ومبنية على التعاون الاستراتيجي والتنصيق المستمر أيضاً تجاه القضايا اللي بتهم البلدين في حياة الأمر على الساحتين سواء كانت الإقليمية أو الدولية وده اللي رصدته صحيفة عقاز السعودية في تقرير لها بعروان العلاقات السعودية المصرية من التعاون إلى الشراكة صحيح أيضاً ذكرت صحيفة عقاز في تقريرها أنه العلاقات بين مصر والسعودية تتميز بالزيارات المتبدلة بين قادة البلدين بشكل دوري ده بجانب الزيارات العسكرية والأمنية والاقتصادية الهدفة لتبادل الأراء اللي تهم رياض والقاهرة وده ساهم في ارتقاء العلاقات الثنائية بين البلدين كمان التقرير ذكر أن العلاقات ما بين مصر والسعودية وصلت إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية وده من خلال تأسيس مجلس التنصيق السعودي المصري والاتفاقات المتبدلة والبروتوكولات ومذكرات التفاهم أيضاً ما بين المؤسسات الحكومية وده بدعم وتوجيه من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان حيان هذا التقرير النشرته صحيفة عقاد وضح أن مصر والمملكة ليهم ثقل وقوة وتأثير على الأصعاد العربية والإسلامية والدولية وده بيعزز بالمستوى وحرص البلدين على التنصيق والتشاور السياسي المستمر بينهم لبحث مجمل القضايا الإقليمية والدولية في مواجهة التحديات المشتركة وخدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية والأمن والسلم الدوليين أيضا حملت الساعات الأخيرة خاصة منذ أعلان رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد أنهيان عن قرارات جديدة منها نجل الشيخ خالد بن محمد بن زايد أنهيان وليا لعهد أبو ظبي تطور إيجابي فيما يتعلق بالعلاقات بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات تمثل في رسال خادم الحرمين الشريفين وولي عهده برقيتي تهناء إلى الشيخ محمد بن زايد هنأه فيها بمناسبة صدور القرارات والمرسيم الأميرية الأخيرة كمان يجب أن التطورات الأكثر أهمية بتتمثل في إجراء ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان من عبد العزيز اتصالات هاتفية بكل من الشيخ هزاع بن زايد نائب حكم أبو ظبي والشيخ طحنون بن زايد نائب حاكم أبو ظبي والشيخ منصور بن زايد نائب رئيس دولة الإمارات كمان الشيخ خالد بن محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي كلا على حدة وده لتقديم التهنئة بمناسبة صدور القرارات والمرسيم الأميرية بتعينهم في مناصبهم القيادية الجديدة في جولة المحافظات معنا كمان مجموعة من الأخبار وموضوعات المهمة اللي حصلت امبارح في محافظات مصر منها توزيع الدفع الرابعة من الشنط الرمضانية على الأسر المستحقة في كفر الشيخ وانطلاق الفعاليات والعروض الفنية بكرنيش النيل في بن سويف امبارح كمان في المحافظات يا جمانة تم افتتاح في الحقيقة منافذ جديدة لمبادرة أهلا رمضان وأيضا مبادرة كلنا واحد في محافظة الوادي الجديد وتم زراعة 143 ألف شجرة ضمن المبادرة الرئاسية في الغربية خلونا نعرف أخبار أكتر من خلال هذا التقرير محافظات مصر شهدت امبارح أخبار وأحداث كتيرة البداية من شمال سيناء اللي استقبل فيها مستشفى العريش العام 14 طبيب من أربع جامعات مصرية لتقديم خدمات الفحص والكشف الطبي وإجراء العمليات للمرضى المترددين على المستشفى في كفر الشيخ أعلنت المحافظة عن وصول 2500 شنطة رمضانية كدفع ربعة من بين 65 ألف شنطة مخصصة لمحافظة كفر الشيخ من وزارة الأوقاف لتوزيعها على الأسر المستحقة بقرى ومراكز المحافظة في الشرقية تم الانتهاء من توصيل 40 وصلة 100 شرب بالمجان للأسر الأكثر احتياجاً بقرى مركز ومدينة أبو حماد وده بهدف توفير حياة كريمة ليهم تضمن المعيشة في مسكن مناسب تتوافر فيه المستلزمات الضرورية للحياة في البحر الأحمر استقبل مطار مرسى عالم الدولي خلال أسبوع 129 رحلة طيران دولية سياحية أوروبية بزيادة في معدلات الوصول 10 رحلات عن الأسبوع الماضي وبتأتي الجنسيات التشيكية والألمانية في صدارة الجنسيات اللي بتزور مرسى عالم من 11 دولة أوروبية في الأليوبية تم بدء تنفيذ فعاليات الدورة الرمضانية في خماسيات كرة القدم اللي بتنفذها وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة العامة للقاعدة الشعبية بالإدارة المركزية للتنمية الرياضية وده بمشاركة 64 فريق على مستوى محافظة الأليوبية في بني سويف انطلقت فعاليات الأنشطة الثقافية بالممشى السياحي لكورنيش النيل بمدينة بني سويف ضمن خطة هيئة قصور الثقافة خلال شهر رمضان واللي بتشمل عروض فنية وأمسيات شعرية ومقاهي وسرادقات ثقافية في الوادي الجديد هيتم تنفيذ مبادرة أهلا رمضان وكلنا واحد بمدينة موت اعتبارا من اليوم وده استكمالا لما تقوم بيه المحافظة من تخفيف العبء عن المواطنين بالعمل على توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين طوال شهر رمضان في الغربية قامت الوحدات المحلية بزراعة أكتر من 143 ألف شجرة في عدد من المدن والمراكز بالمحافظة وده ضمن أعمال المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة بنفكر حضراتكم بيه سؤالنا التفاعل على صفحاتنا بيقول لو أنت عازم ناس وحد فيهم اتأخر هتاكلوا ولا هتنتظروا ناخد مجموعة من الإجابات في علي العمري وأعتقد أن علي العمري بيوجه رسالة جمعنا هو عازم حد على الفطر تقريبا في اسلوب تهديد كده في رسالة بيقول لا طبعا هناكل من غيره مين قاله يتأخر مفيش أعظار عندي طالما المغرب أزن وقال الله أكبر معلش إنساني واخد عنواني ربضان كريم وكل عام وأنتم بخير لو حد في الموضوع قوي طب تطمن عليه ممكن يكون رجل عنده عزم هيأكل بعد كيف أشوفه ويكون في حاجة قهرية يعني ماشي فيه فيه ديور محمد بتقول صباح الخير عليكم أنا هستنى بس الناس المعزومة لازم تأكل عشان السيام صعب بس أحاول أآخر التحضير على قد مقدر كل عام وأنتم بخير الموضوع ابتدأي إلا هو شوية فيه محمد أبو روكا بيقول صباح الخير على مصر في ظل الصيام طبعا هنأكل لأننا ما نعرفش ظروفه إيه بس هنشله نصيبه لما ييجي بالسلامة يعني كنتر قال في خيرة كل عام افتكروا برضو بحاجة نمو من حب الجانب فيه كمان عبير سالم الغريب بتقول صباح الخير من بلد السحر والجمال عروس القرارة الإسماعيلية صباح الخير عليك صباح الخير على كل أهالي الإسماعيلية تقول طبعا هنفتر هي تقريبا نزبردو زي نفس التعليق هنفتر بس هعمل حساب اللي اتأخر جايز الشارع الزحمة كل عام وأنتم بخير جميعا هصبح على أمي أختي وزوجها وكل حبيبي ربنا يحفظون لي فيه ديور محمد متفقة بعاكي تقريبا وجهة نظرك يا جمالة بتقول صباح الخير عليكو أنا هستنى بس الناس اللي معزومة لازم تأكل علشان الصيام صعب بس هحاول أأخر التحضير على قد ما أقدر وكل عام وأنتم بخير فهلو هتلكع شوي أهو ما هتقولك بدين أن أنت كنت تتكلم أنه هنتبع سنة رسول عليه الصلاة والسلام وهنعجل بالإفطار لكن كمان هنتبع سنته عليه الصلاة والسلام ونأكل شرب مية ونأكل طمر ونروح نصل للمغرب تكون الناس جاد صحيح صح وده كده تأخرنا شوي طيب عنسيم حضراتكم من الوقت مع فاصل سريع ونرجع ونكمل معكم بقية فقرتنا في صباح الخرية مصر المستمرة حتى العشرة صباحا انتظر أهلا بكم مرة تانية هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهار ده فيه ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة على كافة الأنحاء الطقس هيكون مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال السعيد دافئ على السواحل الشمالية وحار على جنوب السعيد بالليل الجو هيكون بارد على أغلب الأنحاء فيه كمان شبورة مائية الصبحة على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال السعيد تفاصيل أكتر عن حالة الطقس مع الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية صباح الخير يا دكتورة منار صباح الخير على حضرتك أستاذ هالة وصباح الخير على كل سادة المشاهدين احنا لسه في مرحلة التقلبات عايزين نعرف من حضرتك الطقس بالتفصيل يمكن احنا بالفعل خلال الأيام الماضية كنا بنشهد انخفاض كان ملحوظ في درجات الحرارة فترات النهار وفترات الليل لكن اعتبارا من اليوم هيكون فيه ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية الارتفاع ده هيكون بقيم 3 إلى 8 درجات لان الارتفاع ده هيكمل معانا لنهاية الأسبوع يمكن كمان مصلع الاسبوع القادم هو ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة لان مصادر الكتل الهوائية اللي هتأثر علينا هي مصادر الكتل الهوائية جنوبية قادمة من مناطق صحراوية المناطق الصحراوية الدافية ومرتفعة في درجات حرارتها بالإضافة كمان هيأثر علينا انتباد لمرتفع جوي موجود في طبقات الجو الأولية هيساعد بشكل سبير على زيادة الفترات في طوع ساعة الشمس واحساسنا بارتفاع درجات الحرارة اليوم العظمى على القاهرة القبرة هتكون خلال فترة النهوات 27 درجة مقوية مع منصصة الاسبوع يمكن يوم الخلساء القادم هتكون جروة الارتفاعات خلال هذا الاسبوع هتكون 32-33 درجة مقوية بالنسبة للقاهرة القبرة وتعاود مرة أخرى الارتفاعات الملحوظة مع نهاية الاسبوع مصلع الاسبوع القادم إن شاء الله نائلة للحرارة على الفاهرة الكبرى محافظات الوشف البحري شمال السعيد جنوب سيناء أجبوء حر على الجنوب السعيد دفع على المناطق السحلية المصلة على البحر المتاصل سواحلنا الشمالية خلال فترة النهار لكن خلال فترات ملحوظة أول ما شاءت الشمس هتغيب هيحصل انخفاض ملحوظ درجات الحرم برد وانخفاض ملحوظ هيكون فرق من فترة النهار وفترة الليل يتجاوز الاثناشر والثلاثناشر درجة مقاوية خاصة كمان ان الختل الهوية من المناطق السحراوية فنسب أتوبة فيها منحفضة فده يخلينا نحس أكثر بالبرودة والأجواء البريدة خلال فترات الليل بأغلب محافظات الجمهورية اليوم كان في شبورة مائية فترة الصباح الباكر لكنها تلاشى ثورة سطوع أشعة الشمس متوقع غدا وبعد غدا مع ارتفاع درجة الحرارة يكون في بعض الأسربة العلقة في سناء أغلب محافظات الجمهورية خلال فترة النهار والأسربة العلقة دي هتأدي انخفاض في الرؤية الأفقية فاحنا مهم جدا خلال الفترة اللي جاي على مدار هذا الإجباع كله نحن قدر نتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس فترة النهار عسل ده ما يزودش أحساسنا بارتفاع درجة الحرارة فترة الصصور نتناول قدر كبير من المراكبات والسوائل احنا طبعا اكيد فترة النهار هنستجنخفص الملابس مع ارتفاع درجة الحرارة اللي هنأكد عليها فترات الجيل بلاش تخفيص الملابس خلال فترات الجيل لأن احنا هنخفص بالبرودة فهو احنا خلال فترات الجيل لازم نصحب معنا داكت او قطعة ملابس نصائح هامة جدا يا دكتورة مونار بنشكر حضرتك دكتورة مونار غانم عضو المركز الاعلامي لهيئة الارصاد الجوية تعالوا بقى مع بعض دلوقتي نتابع درجات الحرارة المتوقع النهار ده في القاهرة درجة الحرارة العظمى 27 وصورة 15 العاصمة الادارية 27 15 ايضا الاسكندرية العظمى فيها 25 وصورة 14 والعالمين الجديدة 25 13 مطروح 26 13 ودميات 23 14 اما برسعيد 24 14 والاسمالية 28 والصغرة 19 السويس العظمى 27 والصغرة 13 وفي العريش العظمى 25 والصغرة 14 في كاترين العظمى 22 والصغرة 6 وفي طابة 25 14 حلايب 25 17 وشلاتين 28 18 شرم الشيخ 27 17 ولكن غرداء 27 16 ونروح لمحافظة الفيوم 27 هي درجة حرارة العظمى والصغرة 13 اما بني سويف 27 12 الوادي الجديد 30 14 اما اسيود 28 13 بس وهي درجة الحرارة العظمى 28 والصغرة 13 وفي انا 29 15 في الاقصر 30 16 وفي اسوان ايضا 30 16 وانتهت نشرتنا الجوية بالتفصيل ودلوقتي هنرجع لزماينا في الستوديو جمانة وعبدالصمت ومتابعة باقي فقرات سبع الخير يا مصر عودة لكم جمانة وعبدالصمت شكرا لك بالنسبة بالنسبة للأخبار المهمة اللي هتحصل النهاردة فيؤدي طلاب صفوف النقل من سنة 4 ابتدائي والحد تامية سنوي امتحانات شهر مارس واللي تم وضعها بمعرفة موجه المادة النهاردة العشاء الكرة الافريقية موعدهم مع 8 مباريات قوية في ختام دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الافريقية من اهمها القاء فيوتشر مع بيراميدس الساعة عشر بالليل وفي نفس التوقيت هيلتقل جيش الملك المغربي ويست هام مع ساوث هامتون الساعة 3 العصر والساعة 5 ونصة هيلتقي منشستر ينايتد مع نيو كاسل ينايتد خلننروح مرة تانية لهالة الحملاء ونعرف منها موجه الأخبار الفنية وآخر تفاصيل مسلسلات رمضان في حلقاته الجديدة تخضى لها شكرا يا عبد السمت أهلا بيكم في موجه الأهم الأخبار الفنية وآخر تفاصيل مسلسلات رمضان وبنبدأ نرشتنا الفنية مع الفنان محمد رمضان اللي قال إن مشروع مسلسل جعفر العمدة مختلف عن اللي تقدم في مسلسل الحجم تولي وده لأن الفنان الراحل نور الشريف ناقش فكرة تعدد الزوجات لكن جعفر العمدة الخط الدرامي فيه مختلف وأحداثه بالدور ضمن خطوط درامية كتيرة بيقدمها مؤلف ومخرج العمل محمد سامي الفنانة مية كساب اتكلمت عن صعوب التصوير دور سورية في مسلسل جعفر العمدة وقالت اتكلمت مع المخرج محمد سامي وطلبت منه بلاش نبدأ بالمشاهد الصعبة لكنه رفض وقال لي هتعمليها انت ممثلة شطرة الفنانة يسرى كشفت إن السبب في اختيار اسم مسلسلها ألف حمد الله على السلامة هي الفنانة نيلي كريم وقالت في الحقيقة إن اختيار اسم العمل من البداية كان اقتراح من الفنانة نيلي كريم اللي بشكرها طبعا وقالت كمان إن المسلسل في البداية كان اسمه حمد الله على السلامة لحد ما اكتشفنا بإن فيه عمل بيحمل نفس الاسم ولما عرفنا قررنا نغيره ولكن بطريقة بسيطة لإن الجمهور كان خلاص عرف اسم المسلسل وارتبط به علشان كده ضفنا كلمة ألف علشان يكون فيه اختلاف بين اسم العمل اللي بنقدمه واسم العمل التاني والفنان محمد عادل هينتهي من تصوير ما شاهده في مسلسل سره الباتع يوم التلات الجاي بيقدم محمد عادل الشهير بميده عادل شخصية نيجي وهو فلاح مناضل صديق للسلطان حامد وبيشارك معاه في مواجهة الحملة الفرنسية وجنودها الفنان والنجم طارق لطفي وباقي أبطال مسلسل مذكرات زوج احتفلوا بانتهاء تصوير الحلقات بالكامل دلوقتي شغال المخرج تامر نادي على الانتهاء من أعمال المونتاج والمكساج علشان يسلم آخر خمس حلقات من المسلسل وفي نهاية آخر يوم تصوير فريق العمل التقط صورة جماعية علشان يمسقوا لحظة الختام الفنان أدوارد وجه الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لطرحها قضايا كثيرة من قضايا المجتمع والاحترامها لعقل المشاهد ووجه أدوارد رسالة للجمهور العربي آخر يوم رمضان وكده خلصت نرشتنا الفنية نعود لجمانة وعبدالصمد لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر عودة ليكو جمانة عبدالصمد شكرا لك يا هلا مرحل طيب يعني احنا خلاص النهاردة 11 رمضان كل سرعة وحضراتكم طيبين 10 حلقات فاتوا من مسلسلات رمضان كلها كانت مريئة بالأحداث المشوقة يمكن السماء الأساسية لمعظم الأعمال الحياة الدرامية أنه تعدت بسرعة وأحداثها سريعة جدا سنبه الأعمال الوطنية أو الاجتماعية حتى الكوميدية اللي فاتوا حلقات مبارح يقدر يتابع من تقريب ملخص الحلقات معنا يعني زي ما احنا متعودين يا جمانة عندنا ملخص حلقات مسلسلات رمضان يوم بيوم اللي بيحصل فيه مجموعة كبيرة من المسلسلات يمكن أبرزها مسلسل الكتيبة 100 ورسالة الإمام وطبعا مكي في الكبير قوي الجزء السابع وقعفر العمدة ومسلسل سره الباتع وغيرها من الأعمال الدرامية اللي نشوف ملخصها في هذا التقرير الحلقات العشرة من مسلسلات رمضان شهدت أحداث مشوقة البداية من مسلسل الكتيبة 101 اللي شهدت استعراض حجم الأضرار اللي حصل في القطاع بعد هجوم الإرهابين وبعدها قدرت الأجهزة الأمنية إنها تحدد المكان اللي هرب ليه التكفريين واستخبوا فيه وعلى الفور أصدر عمر زهران الأوامر بإطلاق ضربة على المخبأ وتم تدميره بشكل كامل فاجنا كلنا نقول للعاقب فارج اللي مش حد فينا هينزل أجسته اللي ما تجيب حد إخواتنا اللي استشهد الله يرحمك الشحات ويصبر أهلا كنا مش عالف إزاي ستحمل الموقف ده اللي للشحات كان زمن التكفير داخل الابنيزل فاشل نفسه فينا لا لازم لابنيزل لجلزل نروح كلنا لأهله ونقول لهم إنه هو ستشهد وبطل سبحان الله هو اللي بيختار الله يرحمه عسمة يعيش من قنات الكواديس عشان يستشهد بعد ما يزيب حج إخواته كان ماشروا بنور زي البدن لكنه كان خادر تؤكرنا على الله الحلقة العاشة من مسلسل الصفارة للنجم أحمد أمين بدأت بترك شفيق منزله وبيعود إلى بيت العيلة بشنطة هدومه لكن لها أخوه وجيه أو طهد سوئي زعلان منه بسبب إفساد علاقته بحبيبته كارمة أو ماريا أسامة كمان مامته وداد أو إنعم سلوسة رفضت وجوده في البيت علشان زعل أخوه فرجع تاني شفيق لبيته بينام على باب الفيلا ولما صحيت زوجته شيرين من النوم وجدته على باب الفيلا واعتذر ليها وطلب منها فرصة تانية علشان يصلح كل أخطاءه لكن في اللحظة دي بيتفاجئ بحضور الفنانة شيرين اللي بتظهر بشخصيتها كممثلة وشفيق حتى الآن ما يعرفش إيه طبيعة العلاقة بينه وبين شيرين رضا لكن هي بتبادر وبتديله خاتم وبتقوله إنها اشتريته من الخارج لما كانت مسافرة وبتنصحه إن يدي الخاتم ده لزوجته إزايك يا شفيق؟ أنا زي الفل إزاي حضرتك؟ أنا ممس مش فاهمة أنا مفروض ما وقيفي إيه دلوقتي ما هو ما هو يا إما أنا جامد جدا يا إما في حاجة كبيرة أنا مش فاهمها مالك يا شفيق مش على بعدك ليه هو عادي كده أنا وإنتي في البيت قدام بشيرين تمام؟ ولا هي بخصوصك مسامحاني اللي هو بدأ وصلت للمستوى ده حبيبي روح ربني مقفقة بدأت أحداث الحلقة العشرة من مسلسل رسالة الإمام بطولة النجم خالد النبوي بمشهد اشتعال النار في حجرة الإمام الشفعي وكتبه خلال نومه وقام من النوم مفزوع على صوت بناته وزوجته وكمان اختناقه من دخان الحريق وبدأ يقول الكتاب الكتاب فيجري بسرعة لشان يتطمن على إن الكتاب اللي جمعوا دوينه حققوا من الشيخ يحيى ابن حسان عن الإمام الليث ما حصلوش أي حاجة والنار ما وصلتش لي في مسلسل الكبير قوي الحلقة العشرة طلبت مربوحة اطلاق من الكبير وده بعد لما شافت صور جوني وخطبته من شروق على السوشيال ميديا وافتكرت إن الكبير يعرف بالخطوبة لكنه أكد لها إنه ما يعرفش أي حاجة فيها مربوحة وكمان معرفش فيه إيه بيجا أخوك جوني يجرى فتحته ما تعزمونيش إيه تون دي جوني فتحت إيه مين جرى إيه ما فهمش حاجة آه ها السانيورة منزلة منشور كتبة فيه جارينا الفتحة هي واخوك جوني مش يمكن جوني ديب في مسلسل سر الباتع وجه الفرنسيين تهديد لأهالي البلد وطلبوهم بتسليم حامد وإن دا لو ما حصلش هتحصل كوارث كبيرة في البلد وبتنتقل الأحداث للعلاقة لتطورت بن سارة أو ريم مصطفى وحامد أو أحمد فهمي واعتراف سارة بحبها الحامد في مدان التحرير تحديدا يوم 11 فبراير بعد إعلان خطاب تنحي مبارك عن الحكم في مسلسل جعفر العمدة بيوصل محمد رمضان للكوخ اللي موجود فيه بلال شامة لكنه بيتفاجئ بهربوا تفجير الكوخ بعدها بتتطور أحداث المسلسل وبيروح أحمد داش علشان يقابل جعفر العمدة في بيته فيشوف ميك الساب ويقابلها وجها لوجه لأول مرة من غير ما يعرف إنها والدته الحقيقية أنا آسف جدا والله العظيم أنا آسف حقك علي أنا آسف وإنت عايزي بقى من جعفر تعرفوا منين أصلي التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة السابع بتوقيت جينتش مجزو الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي التزام الدولة بالعمل بشكل كبير في مشروعات بسيناء تعود بالخير على جميع المصريين وخلال تناوله الإفطار الجماعي مع مجموعة من شيوخ قبائل سيناء ورجال القوات المسلحة شدد الرئيس السيسي على أهمية دور شيوخ القبائل مؤكدا دعم الدولة لهذا الدور كما أشار الرئيس السيسي إلى أن الدولة لن تسمح لأحد برفع السلاح مرة أخرى خارج السلطات وستتم مجابهته بشدة كبيرة لافتا إلى أن الدولة دفعت ثمرا كبيرا في حربها على الإرهاب لاستعادة سيناء مكانتها قام الرئيس السيسي بتفقد الارتكازات الأمنية بنطاق قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب وذلك للإطمئنان على الحالة المانوية والأحوال المعيشية والإدارية للمقاتلين أثناء تنفيذهم لمهامهم ورفق الرئيس السيسي الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق أسام عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة هذا وأثنى الرئيس السيسي على الاستداد والجاهزية القتالية لعناصر القوات المسلحة معربا عن تقديره لجهودهم وضطحياتهم للحفاظ على أمن الوطن وسلامة أراضيه كما توجه الرئيس السيسي إلى مركز العمليات الدائمة لقيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب لمتابعة الحالة الأمنية واستمع إلى شرح مفصل تضمن عرض الخطط والقرارات المنفذة لتحقيق المناخ الآمن بعد عودة الحياة إلى طبيعتها في مدن سينا والتقى الرئيس السيسي القادة والضباط وضباط الصف والجنود من مقاتل قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب والجيشين الثاني والثالث الميدانيين حيث أشهد الرئيس السيسي خلال اللقاء بالجهود المفذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار بتلك الرقعة الغالية من أرض الوطن هذا وكرم الرئيس السيسي عددا من أبطال القوات المسلحة على هامش تفقد الارتكازات الأمنية بشرق القناة لتميزهم ولمشاركتهم في عدد من المداهمات للقضاء على العناصر الإرهابية وليكون تكريمهم حافزا ودافعا قويا لهم لاستكمال المسيرة كما قدم مجموعة من شيو قبائل سيناء هدية تذكارية إلى الرئيس السيسي بمناسبة ذكر انتصار العاشر من رمضان نفعت وزارة الداخلية ما تم تداوله بمقطع فيديو بإحدى الصفحات الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية بأحد مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود تجاوزات من الجماهير بإحدى مباريات كرة القدم والتي أقيمت باستاذ القاهرة أمس السبت وأضافت الداخلية في بيان أن بالفحص تبين أنه تم تركيب مقطع صوتي قديم منذ عام 2013 على مقطع فيديو تم تصويره من داخل الاستاذ مشددة على أن المباراة لم تشهد أي تتجاوزات وقالت الداخلية أن الواقع جاءت في إطار محاولة جماعة الإخوان الإرهابية لإثارة البلبلة وتشويه صورة جماهير الكرة المصرية وإحداث الوقيعة بينهم مشيرة إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجي المقطع المشاري إليه بحث الرئيس الفرنسي إيمانوال مكهان مع نظيره الأوكراني بلودمير زيلانسكي خلال اتصال هاتفي الجهود الدبلوماسية التي يتعين بذلها لتنظيم قمة سلام وناقش الرئيسان الوضع العسكري في أوكرانيا وذكرت الرئاسة الفرنسية في بيان أن الرئيس مكهان أكد دعمه لأوكرانيا لوضع حد للعملية العسكرية الروسية من جهته أوضح بلودمير زيلانسكي عبر تطبيق تليجرام أنه بحث مع نظيره الفرنسي الخطوات التالية لتنفيذ خطته للسلام المؤلفة من عشر نقاط قال الرئيس الأوكراني بلودمير زيلانسكي أن تولي روسيا الرئاسة الدولية لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يكشف عن إفلاس تام للمؤسسة الدولية على حد تعبيره وقال زيلانسكي أن الوقت قطحان لإجراء إصلاح شامل للمؤسسات العالمية ومنها مجلس الأمن هذا وحثت الولايات المتحدة الخميس روسيا على التصرف بشكل احترافي عندما تتولى هذا الدور قائلة أنه لا توجد وسيلة لمنع موسكو من تولي المنصب مرحبا حضراتكم مرة تانية في صباح الخير يا مصر ولسه الحديث مستمر عن شهر رمضان لأنه في حيات الأمر من أفضل وأعظم شهور السنة اللي بيتقرب فيها المسلمين جميعا إلى المولى عز وجل بأعمال الخير بالبر والتقوى وقراءة القرآن وأيضا الأعمال الصالحة يا جمال صحيح طبعا يا عبد السمد وزي ما احنا يعرفين نهاردة 11 رمضان ده بداية أيام المغفرة لأنه الشهر الكريم أوله رحمة أوسطه مغفرة وأخيره عتق من النار خلينا نرف تفاصيل أكتر عن فضل العشر أيام الوسطى في شهر رمضان من رحب في فقراتنا النهاردة بالشيخ السيد عرفة الوعد بمركز الأزهر للفتوى الإلكترونية صباح الخير يا حضرتك بنوارنة صباح الخير يا مصر كل سنة وحضرتك ضائف صباح النور يا فندم أهلا وسهلا بحضرتك وبالسادة المستمعين والمشاهدين وكل يوم ونحن إلى الله أقرب وربنا يجعل مصرنا أمنا أمانا سخاء رخاء وسائر بلاد العالمين اللهم آمن يا رب اللهم آمن يعني يا شخص سيد احنا بنتحدث عن انقضى عشر أيام يعني في مقولة وإن كان هو حديث ضعيف إلى حد ما لكن هو العشر أيام اللي أولها رحمة ونتحدث عن عشر أيام جديدة من الشهر الكريم إيه فضائل هذه الأيام العشر؟ بداية الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الهادي لأنوارك الجامع لأسرارك الدال يعليك والموصل إليك صلاة ينفرج بها كل ضيق وتعسير وننال بها يا ربنا البركة والفرج والتيسير وتخلصنا بها يا ربنا من المخاوف والأوهام وتحفظنا بها يا ربنا في اليقظة وفي المنام وتجمع شملنا بها مع النبي العلام وعلى آله هدات الإسلام وأصحابه الأعلام وسلم تسيما كثيرا وبعد يعني وإحنا خلاص شهر رمضان ماشي بنا بسرعة زي ما نقول كده والأيام بتجري لأنها أيام بركة زي ما أخبر عنها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هناك المقولة أو الحديث اللي ذكرته الأستاذ جمانا شهر رمضان أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عدق من النار هذا بالفعل حديث موجود عند الإمام البيهقي في الشعب هذا بالفعل حديث موجود عند ابن شهين في فضاء شهر رمضان ولكن هذا الحديث بإجماع أهل العلم أن هناك فيه ضعف يعني من حيث سند الحديث والمتن فيه ضعف ليه؟ لأننا عندنا رمضان كله رحمة كله مغفرة كله عدق من النيران سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا كدهو أن إذا جاء رمضان أمة سيدنا النبي أعطيت في رمضان خمس خصال الحديث في صاحب مسلم سيدنا النبي يقول أعطيت أمتي في رمضان خمس خصال لم تعطهن أمة من الأمم خلوف فم الصائم يعني تغير رائحة فم الصائم من الامتناع عن الطعام والشراب ممكن رائحة تكون مستكرهة عند بعض الناس وإنما عند ربنا سبحانه وتعالى أفضل عند الله من ريح المسك دي أول حاجة تاني حاجة تستغفر لهم الملائكة حتى يفطروا يعني الحد ما نفطر الملائكة بتدعي لنا معنى الاستغفار بمعنى الدعاء زي ما ربنا بصلي علينا الصل على علينا بمعنى الدعاء والرحمة والمغفرة لأمة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم تالت حاجة يزين الله كل يوم جنته ويقول يوشك عبادي الصائمون أن يلقوا عنهم المأونة والأذى ويصيروا إليك يعني بمعنى اللي ربنا يختم له بالصيام هيدخل الجنة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام يوما في سبيل الله يبتغي به وجه الله فختم له به يعني ده كان آخر عمل له في الدنيا دخل الجنة لذلك حتى في الجنة كده هو في باب مخصوص للصائمين ده بتاعه اسمه باب الريان زي ما أخبرنا حضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم الجنة تمن أبواب منهم باب مخصوص للصائمين فعشان نعرف قيمة الصيام عند ربنا سبحانه وتعالى رب حاجة تصفت فيه مرادته الشياطين الشياطين مش موجودين في شهر رمضان يب احنا بنتعلم ان رمضان كله مغفرة طبعا عندي في كل ليلة من ليلة رمضان سيدنا النبي يقول ان لله في كل ليلة شوفوا النهاردة احنا خلاص حضاشر يعني بالليل هتوب الليلة اتناشر ان لله في كل ليلة من ليلة رمضان لستمائة الف عتيق من النيران يا سلام مش في آخر عشرة بس ده في كل ليلة عشان وإحنا بنفطر كده هو أنا ليه دعوة مستجابة منساش اقول يا رب بعتك رقبتي ورقبت آبائي وامهاتي وإخواني وزوجتي وأولادي النهاردة من النيران دي دعوة لازم احنا نحس بيها ولازم المسلم يعرف امتى هكون من عتقاء الله من النيران في أول ليلة ولا هيعد علي رمضان وانا ما عملتش أي حاجة لذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث آخر وهو صعد المنبر صلى الله عليه وسلم يقول خابة وخسر فقالوا له مين يا سيدنا النبي قال من أدراك رمضان ولم يخرج من رمضان مغفورا له يعني ده خايب كتير ليه؟ لأن رمضان شهر لابد أن نغتنمه لأن شهر ما بتكررش ربنا سبحانه وتعالى ضاعف فيه الثواب كذلك ضاعف فيه السيئة يعني اللي هيعمل ثواب في رمضان اللي بأدي فريضة في رمضان زي ما قال سيدنا النبي كمن أدى سبعين فريضة فيما سواه في غير رمضان يا سلام يعني الحسنة مضاعفة أو ربنا بقول والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليه فأحنا بنتكلم في رمضان بنقول إن إحنا عاوزين نستثمر هذه الأوقات نستثمرها بإيه؟ نستثمرها بتنوع العبادات بعض الناس في رمضان خلاص هو العبادة عندي صلاة وصوم وقراءة قرآن وخلاص لا رمضان في حاجات برضو لازم نغير لأن الحاجات دي بتعمل عندي ملل في العبادة وده كان سؤالي التالي لحضرتك اتفضل إحنا يمكن من الوصايا اللي هم بداخلين بيها رمضان رمضان كمان تحديدا بنحاول إن إحنا أهمتنا كمان وحمسنا يعني الحقيقة بيزيد دايما فيمكن الشخص اللي ممكن يكون شوية مش قادر إنه يواضب على الصلاة بيفوت مثلا غير ما يقصد بيحاول إنه يلتزم على الصلاة وفي الصلاة على قد ما يقدر اللي ما بيقدرش إنه كل يوم يقرأ قرآن بيحاول طول ما هو قاعد إنه هو يقرأ قرآن ويمكن بقى يعني عداد كتير جدا أو حتى فرائد كتير جدا بيحاول المسلم إنه هو يعملها في رمضان تحديدا ولكن في حاجات بقى كتير بتطلع من نبقاش عارفين هي صحة أو غلط هي فعلا رسولنا الكريم موصى بيها ولا موصاش ما من بقاش عارفين فعايزين نعرف من حضرتك أحب الأعمال إلى الله في رمضان طيب سؤال جميل جدا وربنا يبارك فيكم بالفعل ناس كتير بتكون دخل رمضان عندها هم علي قوي يعني يقول أنا هختم القرآن كل عشر تيام مساء يعني بمعدل كل يوم هقرى ثلاث أجزاء طيب الهمة دي ممكن في يوم عشرة أو يوم حضاشرة اللي احنا فيه خلاص ما عنش قادر ليه؟ لأنه ما اشتغلش على نفسه قبل كده في ده زيه بالضبط زي العيب الكرة ماينفعش ينزل الملعب بدون عمليات إجراء عمليات إحماء طيب لو نزل يحصل عنده كرامب خلاص شد عضلية فهيخرج كذلك الإنسان في العبادة لذلك حضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بعلمنا وأنا داخل على العبادة جديد أكلفوا من العمل ما تطيقون يا سلام على الحديث الجميل يعني أنا ما بصليش واحد ما بصليش فعاوز يلتزم طيب هلتزم بإيه؟ هيجيب مثلا هيقول له وهيروح لوحد شيخ يسأله يقول له بص أنت تصلي مع كل ظهر ظهر من الأديم اللي عليك بيحصل هو أساسا لسه بقول بسم الله الرحمن الرحيم هقول له بس تلتزم بالفراء يعني أنت ما ترهقوش الله يفتع على حضرتك ليه؟ لأنه لسه مبتدئ طب لو أنا ألزمت وقلت له لا ده أنت تصلي الظهر طب اسمع ده في سنة قبل وفي سنة بعد طب أنا ما بصليش أساسا اللي هو هيلتزم يوم واثنين وخلاص سيحصل عنده ملل فأنا أقول له لا أكلفه من العمل ما تطيقون واحد ما بيسبحش ما معهو السبحة كده ويقعد يقول سبحان الله فيجي يقول لنا هأعمل ألف مرة سبحان الله هقول له لا ابتدب عشر لا لا شوية العشر دول ما يخدوش معاه دقيقة هقول له بس ابتدب عشر وواظب عليهم أسبوع اثنين وخليهم عشرين وبعد كده خليهم مية وبعد كده خليهم ألف ليه؟ لأن حضرتك هيكون تعودت على العبادة كذلك سيدنا النبي علمنا أن العبادة لا تأتي عن حب سيدنا النبي دخل المسجد في يوم من الأيام وجد كده حبل ممدود بين ساريتين من سرايا المسجد يعني حبل مربوط بين عمودين من أعمدة المسجد فقال لمن هذا الحبل؟ الحبل ده عملينه ليه في الجامع؟ قالوا للسيدة زينب أمنا أم المؤمنين رضي الله عنها طب بتعمل بإيه؟ قالوا ده ربطة عشان تصلي أول ما تتعب تحس بكسل شوية تروح متعلقة بالحبل شوف هي بتعمل كده محبة ولا عشان لا ده بتعمل كده عشان عاوزة تؤف من إيد ربنا حب الوقوف بين يدى الله فسيدنا النبي يقول حلوه فكوه ليصلي أحدكم نشاطه فإذا فتر يعني تعب يعد وليجلس وليذكر الله سبحانه وتعالى يبى العبادة لا تأتي إلا عن حب فبنقول لكل الناس لا أكلف من العمل ما تطير يعني ابتدي ستب با ستب والدين الإسلامي هو دين يسر أكيد طبعا أكيد ربنا يقول وما جعل عليكم في الدين من حرج حتى في شهر رمضان هو ركن من أركان الدين ربنا يقول فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه اللي مش قادر يصوم فدية طعامه مسكين يبى ربنا سبحانه وتعالى بعلمنا حتى في الفرائض بتاعته بعلمنا الإحسان بعلمنا الإكرام بعلمنا الرحمة لأن احنا أمة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم شخصية أعوزة أسأل حضرتك يمكن حضرتك من الخمس يعني أشياء اللي تحدثت عنها فكرة أن الشياطين بتسلسل في شهر رمضان لكن أحيانا بنشوف يعني بعض الأعمال اللي يقول لك إذا شيطانه هل شيطان الإنس لا يسلسل في شهر رمضان؟ طيب أحسنت بالفعل الناس كتير ما بتسمع كلام حضرت سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن في رمضان وصفدت الشياطين معنى صفدت لها تفسير كتيرة يعني ومنها أن أكابر الشياطين هم المسلسلين طب ما هو واحد يقول لي ما هو فيه في رمضان سرق أو فيه في رمضان غش وفيه في رمضان كذب وفيه في رمضان الناس بتخانق وفيه في رمضان الناس بتخاصم بعض وفيه في رمضان بتقطع صلة الأرحم طب ما أنت يا عم الشيخ إزاي؟ قالوا تصفد فيه مرض الشياطين يعني الشياطين الكبيرة أعدة وإنما الشياطين الصغيرة موجودة وكذلك شيطان النفس والهوى موجود سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عشان نتعلم أن كل إنسان مع الشيطان ربنا قال كده ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكا وقد خاب من دسا سيدنا الإمام البخاري بيروي حديث جميل كان سيدنا النبي بيقف يصلي طول الليل حتى تتفطر قدمات تورم فستنا عائشة تقول له هون عليك قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر لإن قيام الليل في حق سيدنا النبي فرض إنما في حق أنا سنة عملتها باخد سواب ما عملتها شعادي ربنا قال له يا أيها المزم القوم الليلة يب القيام هنا في حق النبي فرض طيب سيدنا النبي بيقف يصلي ففي يوم من الأيام ستنا عائشة وجدت سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ارتدى عباءته وفتح الباب وخرج فقالت بعقلها ده الطبيعي أنه خارج لوحدة تانية طالما وقت ما فيه الصلاة فتقول فارتديت عباءتي وخرجت خلف رسول الله فوجدت رسول الله قد ذهب إلى بقع الغرقد يعني المقابر فسلم عليهم ودعا لهم معقول سيدنا النبي رايح يدعي للأموات في منتصف الليل ربنا يرحم أمواتنا وجميع أموات المسلمين اللهم آمين فسلم عليهم ودعا لهم ستنا تقول ثم هم قافلة هيرجع فهي تقول طب لو رجع النبي وملأنيش في البيت هتحصل مشكلة تقول فأسرعته أمام رسول الله يعني زي ما احنا بنقول خدت طريق مختصر كده وجريت قدامه فلما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي طبعا نمت في الفراش بتاعها وتتغطط ببردتها البطنية بتاعتها بدخل سيدنا النبي فوجدها تنهج شهيق وزفير طبعا لا البطنية عملها طلع نزلة فقال مالك يا أم المؤمنين أمريضة أنت في إيمالك فهي عملت في دور الكلام في دماغها طب أقول ولا ما قولش طب لو ما قلتش هينزل سيدنا جبريل ويقوله دي كانت بتجري وراءك دلوقتي وبتشوفك راحة فين فحضرت سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال ما لك يا أم المؤمنين أمريضة أنت فهي خيفة تكذب فقالت أصدق رسول الله يعني خلاص هقول الصراحة بقى واللي يجرى فقالت يا رسول الله رأيتك خرجت فتتبعتك يعني أنا شفتك مشيت كده فمشيت وراءك فسيدنا النبي بصيلها ويدحك ويقول لها أأنت السواد الذي كان يجري أمامي يعني أنا شايف حاجة سودة بتجري قدامي في الظلمة كده فسيدنا النبي يقول لها يا عائش أواغرتي بدلعها النبي هو بدلع زوجته باسماه يا عائش أواغرتي فهي ترد عليه تقول له بأدب كبير أوي قالت ومال مثلي لا يغار على مثلك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم شف الرد بأدب فالمأخوذ بقى سيدنا النبي يقول لها أوجاءك شيطانك قالت أومعي شيطان يا رسول الله قال نعم قالت أومعك شيطان يا رسول الله قال نعم ولكن الله أعنني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير يبا كل إنسان وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه يبا كل واحد هو اللي بحرك نفسه في نهار رمضان وفي حياته كلها عشان بس ما نعلقش على شماعة نصيب وآدر وربنا سبحانه وتعالى أصلاحنا ما نعلقش الحاجات دي غير ما بيحصل عندي مشكلة لما بيحصل عندي مشكلة في حياتي وقع أقول أصلا ربنا اللي عايز كده طول ما أنا ما شاء الله ناجح وطالع لي فوق تمام أنا كده بيرفكت خلاص لا لا كل واحد بما كسب رهين باللي أنت بتعمله فأنت في رمضان أنت قادر تروح تصل الأرحام أنت قادر تروح اللي مخصمك تروح تقوله سلام عليكم زي ما قال سن النبي وخيرهم الذي يبدأوا بالسلام وانت في رمضان قادر أن أنت تقرأ القرآن وقادر أن أنت تتفكر في كلام الله سبحانه وتعالى وانت في رمضان قادر أن أنت تستغفر وانت في رمضان قادر أن أنت تطعم كل يوم مسكين حتى ولو على القليل أنا ممكن أصوم رمضان ستين يوم الله ستين رمضان تلاتين طب تسعين طب مئة وعشرين ممكن من أفطر صائما فله أجر الصائم دون أن ينقص من أجره شيء فالصحابة حتى قالوا له ما عندنا شي سيدنا النبي قال ولو على أشقة أمرة أو شربة ماء يا سلام للدرجة دي أيوة لأنه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا من يحقرش أي معروف حتى ولو أليه لا تحقرن من المعروف شيء ولو أن تلقى أخاك بوجه انطلق في الوقت أنت بتسلم على أخوك ممكن يشوفك مكشر مالك فالصد دنيا والله لا 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 تعبان في حياتي مراتي مطلعيني والولاد والمصريف لا لا مش كده تفائل لذلك النبي يقول تفائلوا بالخير تجدوه لذلك سيدنا النبي كان لا يرى إلا مبتسمة ودي سنة مهجورة أساسا كان لا يرى إلا مبتسمة وكأنه القمر صلى الله عليه وسلم ناس بتصلي دلوقتي يقول لها مكشرة يقول لك أصدقه شو ألا أو في الصيام يمكشرين بردرشة أنا صايم متعصب عشانا صايم يعني بالعكس طبعا زي ما حضرتك قلت العبادة بتدينا روح طاقة إيجابية لله سبحانه وتعالى العبادة بنتعلم منها من مدرسة الصيام بالتحديد فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث يعني ما فيش جماع ولا يفسق يعني ما يتكلمش بأي أسلوب خارج مدرسة الصيام طب واحد قال لي كلمة مش عقباني أقول له أني صائم هي دي المدرسة بقى اللي عاوز يربي نفسه لذلك علماء النفس بقوله اللي يلزم نفسه بعادة خلال تلاتين يوم يقدر أنه يغيره يعني اللي بيشرب تدخين عاف الله كلها مبتلة اللي بيدخن أقول له أنت تقدر تمنع نفسك ليه لأنك قدرت تمنع نفسك 16 ساعة فتقدر تمنع نفسك بعد كده لذلك بعض الناس اللهم لك صمت على السجرة أفطرت لا مش كده مش كده فيه يسر أنت قدرت تمنع نفسك عن الحاجة دي يبقى إذن أنت قادر على أن تغير من نفسك ومن ذاتك يمكن ده كانت سؤالي اللي تيل حضرتك وسريعا جدا العبرة من الصيام طبعا إحنا عارفين أنه يمكن ركنا مرأة كان الإسلام وربنا بيأمر بالصيام فبنصوم حتى لو مش مستوعبين الحكمة كلها أو بكل أبعدها بس إحنا بالنسبة لنا بنقول دايما الصيام نصوم عشان نحس بالفقير هل دي حكمة الصيام فقط متوقفها هنا ولا أبعد من كده لا أبعد من كده شوية الحكمة ربنا ذكرها في القرآن يا أيها الذين أمنوا كتبا بمعنى فرض عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أي لعلكم تصلون بدرجة الصيام إلى درجة التقو لأن الدين عندنا درجات ليس كل الناس مثل بعض كل الناس مسلمين قالت الأعراب وآمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم فالتقوى دي درجة عالية طب التقوى إيه هي إننا نجعل بيني وبين عذب ربنا وقايا إننا أخف ربنا أراقب ربنا لذلك دي منزلة هتوصلني لمنزلة الإحسان الإحسان لما تسأل سيدنا النبي مواما الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك وده موجودة في رمضان المرأة طول النهار في المطبخ بتاعها لما بتحضر الأكل ما بترضاش تأكل من الأكل وكمان لما بنجي قبل رمضان بنحط الأكل على الصفرة ونتجمع كلنا وكل منتظر يسمع أذان المغرب طب ما هو الأكل موجودة ولكن وصلين لدرجة الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه بكون قاعد لوحده والأكل قدامي مش هاكل ليه أنا أمومسك النهاردة لذلك دي عند ربنا حاجة كبيرة في الحديث سيدنا النبي يقول أتاكم رمضان شهر بركة شهر يغشاكم الله فيه فينزل فيه الرحمات اللي جاء بقى ويباهي بكم ملائكة السماوات معقول بباهي بي أنا العبد الفقير المقصر بباهي بي أنا الملائكة باهي بي أنا سيدنا جبريل أنا مين دا الملائكة ربنا وصفهم بل عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون الملائكة آه بباهي بي أنا الملائكة يعني وزي ما حالك قلت هو شهر رحمات شهر غفران شهر تقوى ولابد أن نستغل هذه الأيام المباركة تحديدا للفوز بيعني رحمة ربنا بينا والفوز أيضا يعني بكل الفضائل المباركة اللي موجودة في هذا الشهر تحديدا وعشان كده لازم لحنا نشتغل ونشتغل على نفسنا كويس أوي في هذا الشهر عشان نقدر نفوز بهذه الفضل بنشكرك الشيخ سيد عرفة الوعز أو عضو مركز الأزهر العالمي شكرا لوجودك معنا في صباح الخير شكرا لحضرتكم معا شكرا كيف أن نبجز شكرا سيدنا خلينا دلوقتي نروح لها لمرة تانية عشان تقول لنا آخر الأخبار الرياضية المحلية والعالمية تفضلي هيل شكرا جمانا شكرا عبدالصمت أهلا بكم في موجزا لأهم الأخبار الرياضية المحلية والعالمية وأكيد بنبدأ نشتنا الرياضية مع فريق الأهلي اللي فايز على الهلال السوداني في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بثلاثية نظيفة ليصل إلى النقطة العشرة في المركز الثاني خلف سونداونز الجنوب أفريقي المتصدر برصيد 14 نقطة وبنفس رصيد الهلال في أحد المركز الثالث وتفوق الأهلي على الهلال في نتيجة المواجهات المباشرة بعدما خسر الأحمر في السودان بهدف وفاز في القاهرة بثلاثية فريق سونداونز الجنوب أفريقي فاز على القطن الكاميروني بنتيجة 2-1 في المباراة اللي جمعت الفرقتين في جنوب أفريقيا في الجولة السادسة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا بالنتيجة دي بيرفع سونداونز رصيده إلى 14 نقطة في صدارة الترتيب وبيحتل القطن الكاميروني المركز الرابع والأخير بدون رصيد من النقاط واستقر النادي الزمالك على استمرار أحمد عبد المقصود في قيادة الفريق القروي الأول بالقلع البيضاء خلال مباراة المصر البورسعيدي اللي هتتلاه بيوم الثلاثة الجاي على استاد الجيش ببرج العرب ضمن مباريات الجولة الـ 22 من بطولة الدور الممتز وده نتيجة عدم حسم التعاقد مع المدير الفني الأجنابي الجديد اللي هيقود الفريق في الفترة المقبلة خلفا للبرتغالي جوسفالدو فريرا اللي تم إقالته بسبب سوء النتائج نادي منشستا سيتي فاز على نظيره ليبربول 4-1 ضمن منافسات الجولة الـ 29 من الدور الإنجليزي الممتاز بالنتيجة دي بيواصل المان سيتي صاحب المركز الثاني رصيده 64 نقطة مطرد فريق أرسنل المتصدر لجدول الترتيب برصيد 72 نقطة عن الأرسنل ليبربول في المركز الثامن برصيد 42 نقطة فريق أرسنل الإنجليزي فاز على ليتزي نايتد 4-1 في المباراة اللي جمعتهم على ملعب الإمارات ضمن منافسات الجولة الـ 29 من مسبقة الدور الإنجليزي الممتاز للموسم الجاري بالنتيجة دي عزز أرسنل صدرته للدور الإنجليزي برصيد 72 نقطة بفرق 8 نقطة عن أقرب منافسي منشستي سيتي فريق أسنفيلة فاز على نظيره تشلسي في مواجهات الجولة الـ 29 من مسبقة الدور الإنجليزي الممتاز بنتيجة 2-0 وبكده تراجع تشلسي المركز الـ 11 برصيد 38 نقطة وبفرق 11 نقطة عن دخول المربع الزهبي بينما تواجد أسنفيلة في المركز التاسع بترتيب الدور الإنجليزي برصيد 41 نقطة فريق برشلونة فاز على ألتشي 4-0 في المرحلة 27 من الدوري الأسباني لكرة القدم ده الفوز الرابع على التوالي في الدوري للفريق الكتالوني واللي بيتطلع إلى استعادة لقب الدوري الغائب عن خزائن النادي من 2019 فريق بايرن ميونيخ فاز على بوريسيا دورتماند بنتيجة 4-2 في المباراة اللي جمعتهم ضمن مواجهات الجولة 16 من بطولة الدوري الألماني البوندسليجا بالنتيجة دي بيتصدر بايرن ميونيخ على صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الألماني برصيد 55 نقطة متفوقاً بفارق نقطتين على بوريسيا دورتماند صاحب المركز الثاني برصيد 53 نقطة خلصت نشرتنا الرياضية نعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر مع جمانا وعبد الصمت نرحب بحضراتكم مرة تانية وزي بكنا نتكلم معاكم في بداية الحلقة عن الموسم الرمضاني من نسبة للدراما عشر تيام عدوا خلاص من شهر رمضان عشر حلقات كمان من المسلسلات عدت شفنا فيهم تميز الحقيقة وابهار واختلاف في كل المواضيع كل المواضيع بمناسبة اللي هي كمان قوية شفنا اختلاف في كل التفاصيل حتى الصورة كمان زي ما كنا نتكلم يا أحمد منذ قليل صورة نفسها اختلاف تحصل عندنا تقدم وطفرة في الصورة المعروضة وجودة الصورة ده هي شفنا يمكن كمان اعمال درامية مختلفة شفنا جعفر العمدة شفنا يعني مسلسلات وطنية زي مسلسل الكتيبة 101 وكمان اعمال درامية لو نتكلم على الكبير أوي الجزء السابع ومسلسل الصفرة اللي يمكن أنا شخصيا متحيز ليه من كتر ما هو عاجبني تغير الشخصية من جزيرة غماملة جعفر العمدة ومسلسل ضرب نار يعني في الحقيقة شفنا اعمال درامية كتير متنوعة في هذا الشهر ده تحديدا وكلها على مستوى تقريبا واحد من المنافسة صحيح يعني كل المسلسلات الحقيقة زي بكنا نتكلم كمان في الاول سريعة جدا اقاها سريعة جدا الصورة حلوة جدا الموسيقى التصورية خدمة العمل بشكل كبير جدا حتى ضيوف الشرف اختيارهم كمان الحقيقة هايل في معظم الاعمال يعني انا مش هقول رأي انا هنا هسأل طبعا ضفنا اللي نورنا في ستوديو صباح الخير يا مصر أستاذ احمد سعد الدين هيتكلم معنا بقى على كل تفاصيل المسلسلات مسلسلات كتير جدا ودراما تاريخية ودينية واكشن وكاميدي واجتماعي كل حاجة فاني في البداية طبعا اراح بيك نورنا في صباح الخير يا مصر صباح الخير اهلا وسهلا وطبعا السنة دي في رمضان نقدر نقول المائدة متنوعة صحيح فيها الميلو دراما فيها الكوميديا فيها الاجتماعي فيها حاجات كتير جدا لما باجي شوف انا عندي 30 مسلسل باجي شوف المستوى دلوقتي وصل لي ايه لا هناك تطور كبير جدا ويمكن ظاهر كمان في الموضوع او في الجانب التقني في الاخراج في التصوير في المونتاج في الموسيقى التصويرية في الكلام من ده ظاهر بالقوة اضاف ليهم ممكن قبل الهواء كنت تقول لنا ان لفت نظرة كوي فكرة التصوير تحديدا كمان تصوير السنة دي اقدر اقول ان انت نقلت الصورة السينمائية كما هي الى شاشة التلفزيون وهنا بقى الفارق كبير جدا مكان لما كنا بنشوف تصوير التلفزيون بالتلات كاميرات بالشكل الكلاسيك النهاردة الصورة بقت جزابة بشكل كبير جدا بقت صورة درامية الاضاءة بتلعب فيها دور مهم جدا لو انت داخل على مشهد في حزن مثلا الاضاءة نفسها بتديك الشعور بالحزن بتديك الشعور بالفرح تديك الشعور بالتشتت الكلام من ده الصورة هنا موظفة بشكل كبير جدا جدا وحياة أكثر من ممتازة يعني ده بيرجع ليه تقنيات حديثة مستخدمة ولا كوادر بشرية يعني نقدر نقول اللي احنا أمام شركة وهي الشركة المتحدة التي تمتلك تقنيات حديثة أم تعتمد على كوادر بشرية شوف في حاجة أساسية مهما كانت التقنيات في أعلى درجتها الكادر البشر هي هو قائد العملية صحيح ليه آه التقنية بتساعد انت اللي بتجيب كاميرات حديثة تجيب إضاءة حديثة بتساعد لكن من يستخدم هذه الايه التقنية تفرج كتير جدا فهنا الاتنين مشوا بشكل متوازي لان انت عندك الكوادر السينمائية الأكتر دخلت الجانب الدرامي التلفزيوني فابتدينا نشوف الصورة السينمائية تنتقل لفين للتلفزيون في نفس الوقت التقنيات أصبحت موجودة وأصبح فيه كاميرات وفيه إضاءات وفيه حاجات كتيرة جدا يمكن طورت بشكل كبير هذا الجانب مع العنصر البشري فرق كتير جدا طيب مسلسلات لحد دلوقتي بداية قوية جدا سريعة جدا أعتقد تخلصنا بشكل كبير من فكرة الإطالة أو المط الدرامي اللي احنا بنعاني منه الفترة بحقيقة عشان نقدر نكمل التلاتين حلقة ما هي دي كانت مشكلة قبل كده إن التيمة ممكن تنفع للسبعية أو 15 حلقة نفضل نشد فيها نشد فيها لحد ما تعمل تلاتين حلقة ما هو ده كان من أساس ودي كانت مشكلة إن انت في ساعات كنت تتلاقي إن المسلسل بيكرر نفسه زيادة عن اللزوم طيب فيه حلقات بتعدي ما فيش حي ما حصلش حاجة وفيه حلقات كانت فاضية بالزبط فطبعا دي كانت بيحصل نوع من الملل بالسنة دي أعتقد إن الأحداث أكتر إقاع السرعة فيها أعلى شغالين عليها بقى لا فترة فحاصل هنا بقى اتشد المشاهد انجذب بشكل كبير جدا لهذه الأعمال بيعنده نوع من عنوال التشويق عاوز يعرف إيه الجديد طيب لو هنتكلم على أستاذ أحمد وبيعين النقد الفني عشر أيام نقدر اللي إحنا نفند فيهم الأعمال الضرامية اللي موجودة في شهر رمضان لو هنتكلم دلوقتي على الأعمال الكوميدية وعندنا ميكي وأحمد أمين بنتكلم على الكبير قوي الجزء السابع وبنتكلم على الصفارة وإن كان فيه تحول في شخصية أحمد أمين من جزيرة غمام للصفارة شايف ده إزاي وأيهما يعني في المرتبة الأولى الصفارة أعمال كبير عاوز من وجه التطورك طيب قبل ما نتكلم على الكبير قوي تعالى نتكلم على أحمد أمين كممثل أحمد أمين ممثل كوميدي في الأساس كوميدي بشكل كبير جدا وحق نجاح بشكل كبير جينا السنة اللي فاتت واللي قبلها ابتدينا نشوف أحمد أمين بشكل تاني خالص خاصة في جزيرة غمام الحيابة الصوفية والزهد والأخر اللي هو خرج تماما يمكن ما كانش عنده مشهد واحد كوميدي صحيح قبليها كان عامل حاجة على المنصات برضو بعيد تماما عن الكوميديا ونجح نجاح منقطع النظير في هذا الجانب النهاردة بيرجع تاني لحياة الكوميديا اللي هو بيحبها إذن أنا قدام إيه أنا قدام ممثل قوي موهوب اللي قدر يروح منطقة ويرجع يروح منطقة تانية بيعرف يوظف أدواته بيعرف يوظف أدواته بالإضافة له هنا بقى النص أو السيناريو السيناريو خدمه ولا لا خاصة أنه هو بيعمل شخصيات بيروح لشخصية ويرجع العنصر الزمني عنده فيه تفاوت هذا التفاوت بيظهر براعة الممثل ولا لا بالإضافة أن أنت كمان في الكوميديا بتحب ممثل كوميديا مجرد ما يقف قدامك لو ما عملش حاجة ممكن أن تبتسك أو تضحك فمن هنا أحمد أمين واخد خطوة للأمان بشكل كبير لا بس برضو ممثل الكوميديا حتى لو ليه شعبية وجمهرية كبيرة لو ما قدرش يحافظ على الشعر وما بين الكوميديا والاستخفاف بيفقد جماهيريته لأننا شعب يقدر تتكلم على الممثل الموهوب بالضبط فأحمد أمين هي دي فكرة فهنا الممثل الموهوب يمتلك أدواته بالإضافة لاختياره للسيناريو لو السيناريو وحش الممثل ما يقدرش يسنده مهما كان فهنا حصل تكامل نيجي بقى للكبير قوي السنة اللي فاتت كانت جزء السادس وكان فيه قبلها يعني فترة كده من ارتخاء شوية السنة اللي فاتت شدت العملية بشكل كبير جدا وجابوا شخصية جديدة اللي قال فنانة رحمة أحمد لعملت مربوحة عملت انطلاقة كبيرة قوي كله بقى استناها السنة دي ان هي دماء جديدة يعني هتعمل نقلة غير طبيعية هاجة نشوف ان هي عاملة مش شخصية حلوة أحمد ميكي عامل شخصية شخصيته وعمل شكل جميل لكن ما فيهاش الخطوة القفزة للأمام بشكل أكبر فقالك لأ تم السنة اللي فاتت أحسن هو نفس المستوى بس ما أخذش وحيانا الثبات بالضبط وحيانا الثبات على النجاح ده في حد ذاته نجاح هو الثبات على النجاح لكن هنا الصعوبة عند ميكي ان الجمهور كان مستني منه المزيد يعني بالضبط زي ما انت فريق كرة لازم يكسب عشرة صفر إزاي يا جماعة ما أكسب اتنين لا بس يحسب لميكي أيضا كمان في الكبير أو في جزء السابع تحديدا انه كان بيناقش قضايا اجتماعية شائكة يعني مبارح مثلا لما اقتحم فكرة البلوجرز وفكرة اللي هو ده بيصنع إزاي الفولوورز وكلام ده كله وان مش لازم يكون الموضوع حقيقي اللي انت بتشوفه أحيانا بيبقى مصطنع علشان تقدر ان انت تجيب نسب متابعة اعتقد دي قضية في حد ذاتها شائكة ما كانش حد يجرؤ احنا عدى برضو عشر تيام يعني ميكي دايما نحن متعودين هو بيفاجئنا بيطلع طلعات كده بتفاجئنا في الاخر ودايما الرهان عليه الحقيقة كسبين بس انا هرجع تاني لأحمد أمين وأحمد أمين كل منتكلم في الاول يمكن على فكرة الأدوار الثانوية أو حتى الأدوار اللي بتبقى مش بطولة اختيار مثلا انتهد سوقي ممثل كاميدي عمل دوره حلو جدا بحاتم صلاح كمان اللي هو دور نفاذي في الكبير برأيك ايه في اختيار الأدوار الثانوية في المسلسلات وله نتكلم يا رحمة أمين وبقى المسلسلات هنا في النقطة مهمة جدا اللي هو المسلسل عشان يبقى متكامل لازم احط كل ممثل في الدور بتاعه وممثل يكون قد الدور ده بشكل كبير مالي مكان مالي مكان والأدوار الثانوية وضيوف الشرف في أوقات كتيرة هي اللي تسند وده اللي انت بتحمل عليها ان البطولة ايه تكتمل دي مهمة مين مهمة المخرج مش مهمة النجم أحمد أمين بيقدي دوره لكن مهمة المخرج اللي هو ازاي بيختار دور او يختار شخصية لأداء هذا الدور وينجح فيها او يوظفه بشكل صحيح مية في المية احدى مهام المخرج ادارة موهبة الممثل صحيح عشان كده في بعض المخرجين ممكن يغير في شخصية ممثل ياخدوا من دور كوميدي يحط في دور تراجلي تماما صحيح فالتصاعد الدرامي والأداء ماشيين مع بعض بشكل رائع بالاضافة ان ايه في الاول ثلاث حلقات كده الناس قد بس ده متجاوزة اربعة ده هو الحج المتولي هو خط آخر بعيد عن الحج المتولي محمد رمضان داخل في الشخصية بشكل المنطقة اللي بيحبها بالاضافة للكيميا اللي بينه وبين محمد سامي عاملين مسلسل جميل جدا واداء محمد رمضان واداء كمان الاربع ستائت لأ دول واحدهم حاسر لا 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 حقيقي يعني انا انا هقول لك الحقيقي انا يمكن مكتش من يعني كنت محمد رمضان نجمي كبير بكل تأكيد ليه جمهور وجماهيري عريضة جدا بس انا يمكن وانا بحاول اعمل الليست كده في بداية رمضان هتفرج على ايه يعني كان في النص خطفتك هلا صديقي اه يعني لا مش فكرة هلا صديقي بالعكس العمل كله على بعضه فكرة المساحة اللي كل ممثل واخدها اللي كل شخصية واخدها اللي هو محمد رمضان رخ في مزاحته لكن في مساحة الهلا صديقي في مساحة المنفضالي في تغيير فيه هلا صديقي بالضبط يعني هلا صديقي مفاجئة الموسم السنادي اقدر اقول هلا صديقي واخوه كمان اه اقول فنان العامل دور الاخ سيد لكن هلا صديقي مفاجئة الموسم احمد كريم اطرف اه فهيم فهيم احمد فهيم تقريب فهلا صديقي هي المفاجئة بالنسبة لنا اتغيرت في الادوار بتاعتها وطلعت بقى الأم أو الحمى والصعوبة أو طريقة الكلام بالإضافة أن عندك مايكا الساب عاملت دور حلو جدا منا فضالي عاملت دور جميل جدا يمكن ما عمتوش قبل كده إيمان العاصي وهكذا فمحمد رمضان عامل مسلسل جيد جدا ومتكامل أعتقد أن ده من أوائل على رأس الليست هنلاقي جافر العمر طيب أعود أسألك يحسب لدراما رمضان هذا العام أن هي صدرت للشاشة وجوه شبابية جديدة بعد فترة كبيرة من الاعتماد على النجوم الكبار فقط النهاردة أصبح عندنا جيل جديد قادر على المنافسة وقادر فيما بعد أو في فترة زمنية قليلة اللي هو يشيل أعمال دراماية لوحده شوف خلال الأربع سنين اللي فاته كنا بنشوف نجوم كتير جدا مشاركين في المسلسلات دلوقتي الشباب ده اللي ابتدوا ياخدوا خطوة للأمام فابتدى أن أنت تقدر تعتمد عليهم يعني أبسط شيء احنا لسه نتكلم على أحمد أمين أحمد أمين من سنتين أو من ثلاثة ما كانش موجود على الساحة ما كانش مصنف صحيح لكن النهاردة أصبح بيقوم ببطولات تمام وهكذا باستثناء أصيح ما قدرش أقول أن كلمة شباب اللي هو شباب السن ما ممكن الشباب ده وجه جديد في عمر كبير يعني بيومي في وقت ما هو ظهر وهو كبير سيد رجب ظهر وهو كبير وهكذا لكن هو استغل الفرصة وأخذ مكانه في الصدارة ولا لا هنا أقدر أقول كتر المسلسلات واعتماد المخرجين على إن أنا عايز بقى إيه يا جباب عايز وجه جديد أو عايز شكل آخر في العمل فأفرز مجموعة كبيرة جدا جدا من الممثلين الجيدين اللي سواء دلوقتي أو كمان سنتين هنشوف أن هم هياخدوا خطوة في الصدارة أكثر نحن دايما بنستمتع وضيف في الحديث مع حضرتك وفكرة مراقشتنا للأعمال الدرامية دايما والدرامية طبعا مول سنما بنستمتع في الحديث معك طبعا ناقد ألفاني أستاذ أحمد سعد الدين نشكرك جزيلا شكر وزيما حضرتك قلت باقة متنوعة وجبة دسمة جدا بتقدمها شركة المتحدة الخدمات الألمية مسلسلات كتير جدا نجوم كتير جدا موضوعات مختلفة طور الوقت شايفين طفرة الحقيقة فيه حتى مستوى الدرامي للمسلسلات السنة دي على أي حال نشكر حضرتكم جزيلا شكر بلا تكون خلصت حلقتنا النهاردة إن شاء الله بكرا نكون معاكم في نفس المعادة نشكرك يا جمانة وشكرا لحضرتكم على طيب المتابعة وإلى لقاء في حلقة جديدة من صباح خير يا مصر غدا من الساعة الثامنة صباح